ينضم لنا من تونس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خالد عبيد دكتور خالد يعني السيدة عبير موسي رئيسة الحزب التونسي الحر ألمحت اليوم في خطابها بأن هناك أحزاب سياسية تونسية تدعم الإرهاب وبأنها متورطة أولا من هي هذه الأحزاب وثانيا كيف ترى المشهد هل من الجيد أن تتحدث بهذه الطلاقة وبهذه الصراح مساء الخير هو كل من يتطبع ندوات الصحفية التي تقوم بها السيدة عبير موسي أو خطاباتها في البرلمان أو غيرها يدرك مسبقا بأن هذه الأحزاب المقصودة هي حزب حركة النهضة الإسلامية ورافدها الآخر وهو اتلاف الكرامة الموجود ببعض النواب الممثلين في البرلمان وهذه هي عادة عبير موسي في استهداف هذا الحزب ورديفة باعتبار أن العداء بين الطرفين هو واضح منذ مدة طويلة والمسألة هي مثل ما ذكرتها عندكم منذ مدة هي مسألة كسر العظام من سينتصر في الأخير إما عبير موسي هي التي تنتصر وهي معتمدة هنا على مساء القانونية وتركز عليها كثيرا وتحاول أن يقع حل هذا الحزب بالطرق القانونية دون غيرها وإما أن يتمكن حزب حركة النهضة الإسلامية ورافده من أن ينتصر في النهاية في هذه المعركة الطويلة الأمد بين الطرفين وهذا الحزب سيعتمد على الكثير من الأمور وآخرها كيف أنه تطرق أو لاحظنا أن بعض المحامين يحاولون بطريقة أو بأخرى أو رفعوا العديد من القضايا ضد عبير موسي وذلك تأسيا بما قامت به عبير موسي في هذه الناحية باعتبار أنها تعتبر نفسها في معركة قانونية مع هذا الحزب ورفعت الكثير من القضايا ضده فقام هذا الحزب بالمثل ورفع الآن في هذه المدة ماذا عن الأجندات الخارجية؟ ماذا عن الأجندات الخارجية دكتور خالد؟ هل تعتقد أن السيدة عبير موسي تتحدث من منطلق دلائل لديها أم مجرد تحليلات؟ ما هو رأيك؟ هي في هذا التصريح على الأقل اعتمدت سيدة عبير على تقرير رسمي إنشأنا صادر عن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي وفيها العديد من المطيات التي بيّنت عبير موسي من خلالها كيف أن هذه المسألة واضحة متعلقة خاصة بمسألة تبويض الأموال وكيف أن هذا الحزب يطلق تبويضات مشبوهة اعتمادا على جمعيات مشبوهة منها جمعية هي فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المحظور ومقره في قطر وهذا الفرع موجود في تونس حسب ما ذكرت عبير موسي وثلاثة من قياداتها المؤسسين ينظمون أو ممتمين إلى حركة الناظر وهم معروفون بالاسم كما أيضا تحدثت عن مسألة أخرى ومسألة التسفير وكيف أن هذه المسألة مسألة التسفير تونسيين إلى بؤر التوتر يعني إلى سوريا وكذلك العراق خلال فترة حكومة الترويكا كيف أن هذه المسألة واضحة من خلال هذا التقرير وكيف أنها قامت بالعديد من القضايا والمحاكم والالتماسات والرسائل التي بعثتها إلى السلطة السياسية دعنا نتج إلى شق آخر مهم يعني هناك وثاق طيب دكتور خالد دعنا نتج إلى شق آخر مهم وهي أول عملية إرهابية تحدث بعد تولي المشيشي مهام الحكومة وبالتالي ما هي المهام المطلوبة للسيد المشيشي لتفادي مثل هذه العمليات الإرهابية على غرار مقام ما طالبت به السيدة عبير موسي وهي إيجاد قانون يحمي المدنيين أو يحمي العسكريين أو الأمنيين هو فعلا على السيد المشيشي أن يثبت فعلا الآن أن كل ما ذكره قبل توليه رئاسة الحكومة فعلا من أنه يريد أن يشتث الإرهاب وأن حكومتها من أولوية أولوياته كما هناك أولوية اقتصادية واجتماعية هناك أولوية هي محاربة الإرهاب واجتثاثه والمراكمة على العمليات الأمنية الناجحة التي حدثت من قبل الآن عليها أن يثبت ذلك فعلا وذلك أولا من خلال كيفية محاولة بطريقة أو بأغرب التنصيق مع رئاسة الجمهورية ومع الكتل البرلمانية من أجل أن يقع في أقرب وقت ممكن التصويت على قانون الأمنيين الذي يحمي الأمنيين وهو قانون ينام منذ سنوات في الرفوف دون أن يقوم أي أحد بمحاولة بطريقة أو بأخرى أحياءها بصفة جدية وكذلك على رئيس الحكومة أن يحاول أن يفتح الملفات المغلقة منها مسألة التسفير من يقف وراء هذا التسفير مسألة الجرائم السياسية التي ارتكبت والتي ارتكبها إرهابيون من يقف وراءهم تحديدا محاولة بطريقة أو بأخر من خلال خاصة التنصيق مع السلطة القضائية والسلطات الأخرى السياسية أو البرلمانية من أجل خاصة الدفع نحو التعجيل بالقضايا لأن هناك نوع من البطء في القضاء وهذا يستغلها الإرهابيون وين تعيشون منه ويتعمعشون ويدركون أنهم مهما يتصرفوا فإنهم دائما في مأمل شكرا جزيلا لك دكتور خالد عبيد المحلل السياسي كنت معنا من تولوز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر